إذن أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الشباك مقتل قائد لواء خان يونس التابعي لحماس وهو رافع سلامة في الهجوم الذي استهدفه مواصي خان يونس أمسي وأدى إلى مقتل نحو تسعين فلسطينيا وقال البيان أن الهجوم تم بعد معلومات استخباراتية لجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي ووصف رافع سلامة بأنه أحد العقول المدبرة لهجوم السابع من أكتوبر كما اعتبر البيان أن مقتل سلامة سيعيق بشكل كبير قدرات حماس العسكرية ونفت حركة حماس ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرارها وقف المفاوضات ردا على القصف الإسرائيلي على منطقة المواصي غربي خان يونس نتي ذلك بعد أن أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن حماس علقت مشاركتها في مفاوضات التهديئة في غزة منددة بعدم جدية إسرائيل وارتكابها المجازر بحق المدنيين العسل مزيد ينضم إلينا من القدس محرر شؤول إسرائيلية نضال كنعنا نضال إذن بعد التأكيد الرسمي من قبل إسرائيل بمقتل رفع سلامة كيف من شأن هذا أن يؤثر على الوضع على التطورات خاصة في ظل تأكيد حماس رغم كل ذلك بأنها مستمرة في المفاوضات أولا بيان الإسرائيلي حول مقتل رفع سلامة اللافت فيه بأنه لا يتطرق إلى محمد ضيف وهذا هو الموضوع المهم بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لحركة حماس إسرائيل تتحدث عن مقتل رفع سلامة ودور سلامة في قيادة لواء خان يونس لكنها لا تتطرق بالمرة إلى مقتل محمد ضيف أو إلى ما جرى لمحمد ضيف المصادر الإسرائيلية تقول بأن حركة حماس تفرد طوقا أمنيا وتفرد تعتيما شاملا على المستشفى الذي تم نقل الجثامين إليه نتيجة هذا الاستهداف وذلك لمنع صدور أي معلومات أو خروج أي معلومات من داخل المستشفى حول الجثامين المصابة إسرائيل تقول بأن هذا جاء لمنع إسرائيل من الوصول إلى أي معلومات حول مقتل محمد ضيف أو إصابته في هذه العملية لكن طبعا هذه العملية وما نتج عنها من مجزرة في قطاع غزة تؤثر على المفاوضات لكنها ليست القضية الوحيدة التي تؤثر على سير المفاوضات ربما ما هو أهم من ذلك ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي أو جهود نتنياهو الحثيثة من أجل إفشال هذه المفاوضات فالآن المفاوض من حركة حماس وأيضا الوسطاء يريدون معرفة على أي أرضية ستجري هذه المفاوضات هل ستكون وفقا للمقترح الإسرائيلي الذي أقره الجميع أم وفقا للشروط الجديدة التي يعرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو والتي تتناقض تناقضا تاما مع المقترح الإسرائيلي نتنياهو يتحدث عن بقاء القوات الإسرائيلية أو فعليا احتلال منطقة محور فلادلفيا ومعبر رفح وسيطرة إسرائيلية دائمة عليها أيضا عندما يتحدث نتنياهو عن منع مسلحي حركة حماس من العودة إلى شمالي القطاع فهذا يعني فعليا على الأرض بقاء السيطرة الإسرائيلية على محور نتساريم وهذا يتناقض مع ما قالته إسرائيل في مقترحها الذي كما قلنا وافق عليه الجميع والذي ينص على انسحاب تام لإسرائيل من قطاع غزة وبالتالي الآن الوسطاء يريدون معرفة هل يستمعون لنتنياهو الذي يتحدث للوسطاء والذي يتحدث للإدارة الأمريكية أم نتنياهو الذي تحدث في الأيام الأخيرة عن هذه النقاط الأربعة وبالتالي يبدو أنه لا يوجد مرجعية واحدة للمفاوضات الآن وبالتالي هذا ما تقصده مصر عندما تقول بأن إسرائيل غير جدية في هذه المفاوضة شكرا جزيلا لك إذا محرر شؤون الإسرائيلية في سكاي ميوز عربية من القدس ندال كنعنا ترجمة نانسي قنقر